ها هو التعطيل بسبب فقدان النصاب قد بدأ يطل برأسه على المجلس العسكري بفعل تقاعد أربعة ضباط من أعضائه بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ قرار رزيد الدفاع موريس اسليم بتمديد للواء الركن بيار صعب واللواء الركن محمد مصطفى مع أنه كان ارتكز على القانون الصادر على المجلس النيابي بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية أما قرار مجلس الشورى فأتى بناء على مراجعة العميد الركن إدغار لواندوس بوجه وزير الدفاع واللواء صعب واللواء مصطفى إلى ذلك أكدت مصادر قريبة من وزارة الدفاع للأوتيفي أن الفريق القانوني في الوزارة يدرس الخطوات اللاحقة ورأي وزير الدفاع لا يزال كما هو خصوصا أن التمديد لللواءين جاء تنفيذا للقانون 317 الذي نص على التمديد سنة للعماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والذين يحملون رتبة لواء فقط أعضاء المجلس العسكري يحملون هذه الرتبة وألا فلماذا ورد في نص القانون عبارة الأجهزة الأمنية والعسكرية أما بخصوص الضابط المستدعي الذي تقدم بالمراجعة فمراجعته كانت تستوجب الرد نظرا لعدم ثبوت الصفة التي تجيز للمستدعي في تقديمها عبر التذر باحتمالية تعيينه كعضو في المجلس العسكري فإن الصفة غير ثابتة لا بل غير متوفرة لأن الوضع الدستوري السائد منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية حال ولا يزال يحول منذ سنتين تقريبا دون التعيين في المراكز العسكرية والأمنية ما حدى بالمشترع إلى إصدار القانون رقم 317 وفي هذا المجال رأى مصدر قانوني عبر الأوتيفي أيضا أن قرار وقف التنفيذ هو قرار موقت بطبيعته ويتعلق بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع لحين البت بشكل نهائي في أساس المراجعة الأمر الذي يعني أن الخيارات والاحتمالات لا تزال مفتوحة أمام مجلس شورى الدولة فيما خص مصير قرار وزير الدفاع الوطني وبالتالي يبقى بإمكان مجلس شورى الدولة رد المراجعة وتثبيت قرار وزير الدفاع أو العكس بمعزل عن قرار وقف التنفيذ لأن مثل هذا القرار هو موقت ولا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها